السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني المغاربة اخواتي المغاربة بعد توضيح اريد ان اوضحه في الشجار الياس القراري مع بن عيسى الخنفوري بعد توضيح اشترك فيديوهات ومعلومات اريد ان اوضحه المتبعين كيف يفهموا كيف هذا الذي نسمعه وخرج به عبدالعلي المجاهدي سيد حمد وخرج به فهرون سنتراوي وفهرون في الجزء الأول والجزء الثاني وعطى شيء بالتدقيق وبالتحليل وكيف وزعمة لا يوجد شيء بعد هذا الناس الذي خرجوا اعطوا شيء ادلاء تقنع ولو انا سيد هذا كنت نرى فيديوهات ونشكره ولكن من تسمع هذا هذا كنت تريد اوضح للناس كي تفهم اول اوضح هذا هو السيد محمد السلاوي الذي كان يقع بين الشجار وكان يريد يوضح الأمور كانوا في المنزل اخونا بن طازوت وكانوا شجارات يتكلمون بأن القادية الخنفورة وعلى إلياس بأنه شجار محمد مستدريف بأن لم يكن حاضر وكان معزول ثلاث شهر في الحبس وهذا الذي يتعود في الصلح بينه بن سلاوي في 1990 وفهرون في 2007 نهار 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 سلاوي في 2007 نهار سبعة وهذا وقع في 2006 هذا في تقول بأن نهار وقع شجار محل وعلى بيرس وهذا الخنفورة وعلى تصوير وعلى تصوير تصوير التصوير للمشاهدة هذا الموضوع الفيديو الذي قمت بها سلاوي في الصلح قمت بها 21 دقيقة 42 دقيقة والفيديو الذي لديك فلاشين قمت بها 39 دقيقة وفي الفيديوهات قمت بفديو الاول اختلاف لا يوجد الكلام مع اختلاف الفيديو الثاني وفي الصلح مع سي محمد سلاوي عند بن طازوت طرقت هذا الموضوع لبن عيسى الخنفوري وبن عيسى الخنفوري على ما قال في هرون وقال لك كان حاضر على هذا الشيء وشاف الأصدقاء وفي الصلح ودخلهم والموضوع وفي الفيديو فيه كل شيء قلت بأنك كانت الخنفوري جينتويا وهذه هوايا جنويا وما لابسوالونتايا و لابسوالونتايا وفي الصلح عن الموضوع وفق توجد لمن الذين كانوا محكم و تبني تحضير الوضوحات و تحضير الوضوحات و بعد الوضوحات قلت للمشاهدة و رجالة لبيرز و هذه الخنفورة تحضير الوضوحات إذن هذا حقيقة بدأت تكتبات أو تكتبات لا يوجد مشكلة إذا كانت تخرج الوضوح للمشاهدة لكي الجمهور و المتبعين من الناس يفهمون هذه القضية و هذه المشكلة و لدى الوضوحات من السجين و سجين يقوم بالمشاهدة و مجددا على حاله و الجمهور يجب أن يكونوا الوضوحات و أحدهم يسدون الله يتطلق السراحه و أحد خارج حر يرزق السيفيد والله يكمل عليه والله يسهل عليه لم يكن نتاقدك فقط نوضح المتبعين بعض الأمور بعد ذلك الحباس والحباس إذا كان وقعت شيئا قاع بحل الموقع لا تكون منه شيئا أسطوراه ثانيا نور الدين قاري والتسلو الذي كان قتل روح حبس العواد على القمر وهو نعمان عرفنا بأنه شي حويج كانوا فيهم ذلك قضية حرب القبائل ونحن تبعنا القيصاص وتبعنا هذا الشيادة ونحن نرى حللنا نحن كمغاربة نعقل ونحن نحلل ونفهم من الإنسان الرسالة والمساج والقصة كيف تصل إلى الشخص الآخر محمد سلاوي في الصلح بينك وبينه عند السي محمد بن طازوت كنتم تتكلموا هل من eller لقد أخبرتهم到 في القصة ولكن لذلك في فيهرون كان في السي محمد في العمل في العمل وفي السي محمد السي محمد في السي محمد إذا هذا يبقى يختلاف كيف هذه المشكلة يوقع في سي محمد السيد الذي كان في الحاديثة كان في في 2007 هذا أول نقطة ثاني نقطة سلاوي فجدرت التوياس عند بن طازوت قلت وقعت شيء في 2009 و سلاوي كان عارفه كما كان قلب الكبير ودريفه وكي حشم محل الإنسان يقول صافي والعافين والقادمين والغايدين عن الناس ولكن هذا ما أدراه كي تسمى لك الإنسان يكذب في قصة بشي يدير بها لانتالى أي شخص آخر هذه ما كتسمى معاناة وقصاص هذه كتسمى توضيح المتبعين والحقيقة لكي الإنسان تسمى تمثل نفسك واحد تمثيل الذي هو مثلاً ديما أنا سنكون مثلاً باطل الباطل يكون في الفيلم يموت يتوقع عليه حقيقة خرجوا بها مدام ما سمعت شيء وطلعت على التواريخ وكيف واقعوا أنه خرجوا السيد السبب الشجار كان صديق الخنفوري و علاق بلاسة السكان ودباب الله وجار لديكم ابن عيسى الخنفوري تكلم معكم تكلم هو الذي نقوله نفس المشكل وقع ما وقع يتكلموا في حوار الناس هذه القادية كما قال بصفت اخونا فهرون ضربك في رجلي وقع 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 قال لي أنه سيزع وقع فيديو لقد قلت أنه هنا لقد قلت هنا لقد قلت هنا وقد قلت هنا وقد قلت هنا وقد قلت إلى آلات لتدفع نفسي إلى آخر نحن نحن متبعين وكما كنت أخونا سلاوي أخونا في الأوائل وكانت تبع الناس الذين لم تقل كلمة الحق وقلنا هذه القيسة فيها عراقل وخبايا و أسرار إنسان لا يوجد مشكلة يخرج فيديو ويوضح للناس على هذه قصة التي تداولت في يوتيوب على قبل بن عيث الخنفوري وهو بسكين الله يطلق صراحة وفاد النار وتتل يجب تتويل الخير والله يجب ويجب ويجب وضع للناس كيف هذه المشكلة يجب يجب أن يقص من رأس ويجب أما السيد أحمد الذي معلم جاهدي الذي تكلم قال رأي آخر أما قال بأن قد أخبر أن أخبر أخبر الفيديو كان المجاهدي مع حميد الذي يريد أن يتبع القصص التي خرجها فهرون فهرون أنا لقد وجدت هذه القصص لم تدير أن لا أخبر أن أخبر أخبر بعض التوضيحات كان سلاوي وقع لديه مشكلة السيد وأخبر فيديو وطلب الاعتدار 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 لا خوف ولا أنا لا لا أخبر الإنسان لا لا تتبع أن تتبع عائل من العين لا لا يجب أن تكون مدابس معه و يضربك و تسامح له أي عند البوليس أو الوالدي أو مدعودي هذه تسمى بأنك الرجولة كامل ترجلت بصفاتها وأنواعها وكاملها وإلى آخرها و لكن لن نبقى نحن حقا و فعلنا و درنا هذا القساس و نبقى على هذا الجميع و هم سنبرا وين خرجوا أنا خرجت أريد أن نوضح وضح لنا هذا التاريخ الذي تتكلم عليه في الصلح عند بن طازوت مع محمد السلاوي في 1990 و في فيرون في 2007 في شهر سبعة في شهر جوج و السلاوي في 2007 في شهر سبعة و يجب أن نفهم هذا التاريخ هم الأولين و نفهم كيف الحقيقة من الشجار الذي يقع لذلك المتتبعين و المغاربة و المتتبعين و الناس كاملين هم يتكلمون على هذه القساة حيث تتكلمون على هذه القساة حيث تتكلمون على هذه القساة و هذه القساة كلهم من الحقيقة و و كما قال عبدالعلي المجادي و قال السلاوي عند من طازوت في الصلح معه و سأجد و أما ما كنت حاضر لي و كنت و كنت في العزلات 3 شهر أما قضية هذه حرب القبائل و هذي قضية و أحد أخرى هذه سأتكلم بها في حلقة أخرى لكي نعود أن نوضح المتبعين الحقيقة في هذه القصاص حيث الإنسان عندهم محتوى و لفان لا يجب الإنسان يتكلمون و من بعد يخرجون الناس عندهم معلومات دقيقة و كنت في المغرب و المغرب و في الحبس و في المغرب لا تتخفى على الإنسان لكن لا يريد أن يكون كبير أو صغير أختي المغاربة هذه التوضيحات والتحت لكم لكي الإنسان يراجع نفسه ويفهم ويجب أن يكون هناك قصة مثلا عندي ونخرج بها ونرى عكس غير صحيح لكي أولى أسطورة هذه قصة تسمى قصة تسمى بأنها فيها مبالغة وهذه المبالغة يخص الإنسان لكي يوضحها مزيان وليس هناك مشكلة أن الإنسان يخرج بعد شيء يدار أو يخرج يوضح الإنسان بشكل فيديو هذا شيء عادي هذا شيء توضيحات يكونوا عاديين وهما سلبيين ليس هناك من المبالغة التي ستكون متكبر أو عادي ويجب أن نفهمه هذا تواريخ في 2007 في شهر جوجو في شهر 7 ويقعت في 2006 وفي التوضيح في 2009 كنت قلت سي محمد السلاوي عند بن طازوت ومشاهد الفيديو الذي تكليحه في الصلحة بين سي محمد السلاوي كنت فيه واحد الوقت والفيديو عند السلاوي في واحد الوقت والفيديو الثاني والفيديو الثاني فيه كلام والقصة الفيهرون فيها كلام والعبد العلي المجادي بعد تضيحات فيهم كلام حارلنا الأمر وبغينا نعرفه بأن الحقيقة الحقيقة هي التي تجعل الإنسان تبرد لها الحريقة في القلب له هذا توضيح المتبعين وليس الإنسان توضيح لها انتاق داك ولا كلا شاك ولا لا ربما نحسبوها بعد أخوه نصيحة شارجلت أخده أعطاء في الكلام وقضية حرب القبائل هذه التي تحدثت عنها هذه في الدرق ريولت إسلا هذه إن شاء الله سنتحدث عنها في موضوع آخر المتبعين المتبعين كان قتل في حبس العواد على قبل الأقمر وهو سيد نعمان راشنقراس ومهم أخوة المتبعين نحييكم من أخوكم عبدو الخرقوري المتبعين أعجبوا الفيديو والذي تتضح هو هذا وانت ما كان اختلاف لهذه كنت أطلب منكم أسمحوا لي لطولة عليكم وشكراً وجزيل الصكر والمغرب عندها رجالها وكانين الرجال اللي هما ناضلوا وكانين الرجال اللي قاسوا وعناوا والحمد لله ما كانش إنسان اللي ما قاساش وما عاناش وما تحاربش وما دوش لا غير وما شاف العذاب وما شاف هذا الشيء غير هي الإنسان منك يكون صادق في واحد مصدقية يكون صادق تمع نفسه والسلام الله عليكم وتحياتي لكم ومن هذا المنبر كنقول لكم بقي جزاء تاني وأنا بغير نوضح معلومات مدام ما نبحث عن ما كان بغير ندوي ما كان بغير نبقى ساكت على شيء حاجة وش ساكت على الحق شيطان أخرس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته